اشتركوا في القناة احتاج خمس مباريات مش بس كده قدر كمان مبروك ان يعيد الحياة لخمس لعيبة في ماتشين بس بعدما قتلهم جريده صبري رحيل اللي كان خلاص ملوش وجود مع الاهلي في وجود جريده لدرجة انه اعتمد على وليد سليمان كباك شمال على حسابه بقى دلوقتي بيبدع مع مبروك احمد عبد الظاهر اللي كان بيفكر ان يومش نهاية الموسم بسبب عدم مشاركته بقى احد اهم ركائز الفريق مع فتحي وكان عامل مهم في فوز الاهلي في الماتشين اللي فاته عماد متعب اللي اهدى لجريده بطولة من الاتنين اللي فات بيهم كان جزاؤه انه يستبعد ويقعد على الدكة لكن مبروك قدر يرجع له السقة تاني ما خيبش متعب ظن مدربه وسجل هدف ولا اروع في شباك الجيش رمضان صبحي او خليفة بطريكة اللي مع جريده كان اسير الدكة بدأ فتح مبروك يرجعه للماتشات تاني وقدر يصنع الهدف الاخير للاهلي في ماتش الجيش مع تمريرة رائعة لا يفعلها الا الكبار اخيرا جده اللي بقاله سنة ملعبش ماتش رسمي بسبب الاصابة واللي كمل عليه جريده وخرجه من حساباته لكن مع اول خمس دقايق يشارك فيها جده تحت قيادة مبروك سجل هدف يرد بيه على جريده نهاية الحوار فتح مبروك قدر يأكد لقدارة الاهلي والجماهير ان جريده ما ينفعش يكون مدرب لأي نادي في مصر مش نوعه